يمكن أن يكون قد جد يعني واستجد على هذه الحملات أنا عايز أحكي لك وأنت أستاذ جامعي مرموق في مكتبة جامعة القاهرة في الفترة أنا كنت طالب فيها وأنا كنت طالب من 83 ل87 عام دراسي 86 ل87 اتخركت كان في مكتبة جامعة القاهرة من الأمور الجميلة طبعا المكتبة رائعة وتاريخية ودخلها في حد ذاته متعة لأي بحث عن العقل والفكر يعني فباستعيير كتاب دكتور طاحسين في الشعر الجاهلي أو في الأدب الجاهلي إنشئة ندقة على هوامش هذا الكتاب قرأت ما هو أفضع وأوسخ وأعفن شتائم من طلاب جامعي من المفترض إن هم يعني بحثين بيفتحوا الكتب دي في مكتبة جامعة القاهرة وربما كتبت عن هذا مقالا وقتها في مجلة روزا ليوسف لكن يعني التار الديني من اللحظة الأولى وفي قلب الجامعة ومن قلب طلابها وباحثيها وهم يطاردون تحسين هل المطاردة مستمرة حتى الآن؟ مستمرة ولا تتوقف ومع الأسف الشديد إنها أخذت يعني شكلا جديدا وأسلوبا يعني في غاية المقر والدهاء في تحولات في الثقافة هم يعني شرهم يتطور مع هذه التحولات يعني بدل ما يطوروا نفسهم للخير وللتنوير وللإصلاح يطوروا نفسهم للشر يعني الكتابة مثلا المكتوبة يعني على هامش طاقة عميد الأدب العربي العقل الأعظم في تاريخنا الحديث عربيا على الإطلاق مؤلم الأول يعني الكتابة دي مع الأسف في غاية المقر ونعمة إلى حد يعني يجعلها تتسلل إلى الناس وتخدعه زي إيه؟ زي إيه مثلا أن حد يثير مثلا فكرة أن بعض الاتهامات ويفترض نفسه نوعا بيدافع عنه يعني اتهامات أصلا قديمة ومستهلكة أو حتى جديدة يعني بيحاصر الشخصية في دائرة الاتهام بشكل دائم من يكتب وكأنه يدافع عن اتهامات موجهة الطاح صين بينما هو يجدد هذه الاتهامات ويروجها وهو الرجل ليس في حاجة إلى دفاع عن نفس حتى البديهي أنه هو رمز فكري يعني أمر مفروغ منه رمز تنويري عظيم ومحطة مهمة جدا في تاريخنا الفكري والأدبي والإبداعي وبدل ما نركز على محاور مشروع ونكملها أو نتفهامها أو نستوعبها أو نعمل زي كل الأمم العظيمة المحترمة ما عملت مع رموزها وأدواءها ومفكريها الكبار لا إحنا نفضل في دارة الاتهام نفضل في يعني هل هو كذا أو كذا ونفضل في هذه المنطقة فده أسلوب مثلا من الأسلوب ومحاصرة طاح صين في صفة المنتهة بالضبط الأسلوب الثاني بقى اللي هو يمكن يكون أشد بقى مقرا وده من يعني من نوعيين أكتر يعني المثقفين يبدون أكثر نوعية وأكثر تطورا فكريا لهو إزاي بقى إن هما يبقوا العقل اللي بتمرر من خلاله أو يبدو كذلك إن هما العقل النقدي اللي بيمر منه فكرة أحسن للدمور بالضبط شراح إحنا اللي هنتصدى لتوصيل أفكار في حين إن في النهاية بنلاقي إن هذه العقول أغلبها عقول رجعية يعني مثلا برضو نفس الفكرة حد يفضل محاصر في فكرة التغريب أو مصادر وروافض والجزور الأولى لفكرة طاح صين فنلاقي إن أغلبها فكرة مثلا من الغرب أو فكرة تغريب يعني اللح على هذه الفكرة أو إن مثلا يقول إن فكرة مشروع طاح صين لم يكتمل مثلا لإنه كان ينقصه البعد الأسطوري البعد العجائبي البعد الصوفي البعد الروحاني وكانه مثلا كان مادي خالص أو كان مثلا يعني بعيد عن هذه الجوانب أو إن مشروعه مشوه وغير مكتمل وده جير حقيقة على الإطلاق لإنه لما يتأمله هنلاقي إن الثقافة العربية وحضرتك قادرة في الوقت ده كانت مشبعة أصلا بالخرافة والعجائبية والابتعاد عن العقل وطاقة التقديس المطلق هو يريد العكس يريد استزراع العقل والمنطق والشكل المنهاجي والتفكير العلمي وهكذا يعني ده مشروعه فهو يريد إضافة ما ليس موجودا مع أنه هو على العكس على فكرة يعني طاح صين مثلا ليه سرد على هامش ألف ليلة وليلة رواية ليه حاجات كتير جدا مثلا عن الأساطير فيه مثلا أشياء كان بيستكملها أو يؤديها من خلال عقول تلمزته بيوجه بعض الباحثين لديه في العمل عليها